اليوم حلقتنا هتكون صعبة شوي مش صعبة بس بدأ تركيز هبننتعلم أكتر على المثود لما أقول المثود ما أصدي هول المثود يعني زي الموف وزي الترن وزي الجمب عم أحكي على المثود الأساسي اللي محل ما بنكتب الكود الأساسي هون يعني زي هيدا my first method هلأ أنا مثلا فيني أعمل a second method لنقول هون سوينا method 2 فيني روح على method 2 وأكتب له هون coding خاص له بس أكتب هون coding خاص إذا بدي method 2 أول شي يبلش بالcode بحطه هون إذا بدي يرجع يتكرر مثلا بجرى بحطه مرة تانية and so on فيني أعمل method 3 فيني أعمل method 4 وهيك هلأ بس ناخد example حنفهمه أكتر مثلا أنا إذا بدي خلي a man walking بدي خلي إجراء تتحرك ما ححط كل شوي مثلا left foot move right right foot move left وهيك بعمل create method man walking وبهيدا الكود بكتب شو بدي وكل ما بدي إياه كل ما بدي إياه إنه يمشي بعمل هيك بكون وفرت علي بوقت كتير إنه عيدي الكود وقعد عامل copy paste فهيدا أهم شي بالmethod يعني إنه بتوفر علينا وقت كتير هلأ بألس فيه two types of methods وفيه methods اسمون world level methods وفيه methods اسمون object level methods هلأ الworld level methods هني اللي بكون خاص بكذا object at the same time يعني إذا بدنا مثلا two or three objects interacting at the same time بنروح على الworld ومنك بسي create new method ونكتب البدنية وبعدها نشتغل أما إذا بدنا object level method هني بس لل one object at the same time يعني لنقول مثلا حطينا object هون when we choose this object بنعمله method خاص إلو مثلا jumping bunny فإذا هيدا هيدا المثود بكون خاص بس للبني بس إذا استعملنا world فينا ندخل كذا object at the same time حتى نفهم شي يعني methods أكتر راح أعمل example بسيط أول شي راح نبلش بالworld level methods مش الobject level methods وأنا هون سويت example أكيد ما راح فرجيكم على الكود هلأ حنعمله سوا بس الفكرة إنه سويت method لهيدا السيارة حتى تمشي تلف حول البرج وترجع تكفل هون play موجد موجد فهلأ راح نعمل method سوا أول شي طبيعي لنعمل create new method لأن بس ما نسمي المثود ما فينا نعمل space يعني مثلا car rotate state ما فينا نترك space بالأخير فأنا حتى أجنب هايدي بكتب هيك around tower اوكي هلأ صار عنا هيد المثود هلأ خلينا أول شي نزيد الأوبشيكتس بدنا برج طويل لا أنا جبتوا من هون من الستي جبتوا كتير كبير فينا نظهره من الريسايز أوبجكت كتير صغير هك حس بيكفيها الأد بدي أقربه شوي لأنه هيك كتير بعيد عن السيارة حيكون برجح هروح على فايل الميدل إيست وفيكيلز ورح نقع السيارة وأكيد بدي يسوي لروتايت من هالكبسة هلأ بما أنه صار كل شي جهاز خلينا نبلش بالكودينج بس قبل ما نبلش بالكودينج بدي أعطي معلومة كتير مهمة أنا قلت بأول فيديو إنه هون كل شي هون موجود لح نعمل كودينج مش هون هون بس إذا بدي هايدي يبلش فيها الكودينج بكبس هون when the world starts do car rotate around tower أو في خلي when the world starts do my first method بس من my first method فوت على الworld وبحط هايدي حتى تبلش نفس النتيجة حيصير عندي وبس أنا بفضل هايدي لأنه it's more logical دايما لازم نبلش بmy first method وبmy first method فينه حط car rotate around tower بجعب حط مثوت تاني مثوت تالتي ما هتفرق أنا هايدي بتجنب استعمله وحيكوني على فيديو تاني بعدين أكيد بس هلأ خلينا نستعمل هايدي الطريقة هلأ كل شي هون هنكتبه هيتطبق هون أول شي فإذا خلينا نبلش بالكودينج أول شي بنا بدنا نخلي الكار تمشي لا تصير حد التور هلأ طبيعي فينا نعمل trial and error ها بدي بعد مشيها خلينا نجرب 8 meters ومنظل نجرب أو متل ما قلنا بالفيديو اللي قابل هايديه فيه استعمل function اللي حتعطيني output واعطيه distance to محل هوني to the skyscraper وهون هي لوحدة بتحسبلي عداش ال distance من الكار لل skyscraper وهي لوحدة بتوصل عنده هلأ أكيد بدي يزيحي شوي ل skyscraper أحسن ما يخطب بعضهم ولهلأ صار ماشي الحال هاك بيكون وصلة الكار لهون هلأ بدي يخلي الكار تروح ع الشمال وتمشي ورا ل skyscraper بنفس الوقت يعني لازم لازم نستعمل do together رح أرجع روح على truck رح أعطيه move لا خلينا أول شيء أعطيه turn to the left هلأ revolution يعني لفة يعني أنا كم لفة بدي يها تعمل هلأ أنا بدي يها بس تلف شوي صغيري فلح أعطيه one over four revolution يعني ربع لفة وراح أرجع خليها تمشي لقدام لنقول 10 meters منجرب 10 meters أوكي هلأ هي الكار صارت ورا لكن بدي بعد تمشي لقدام لنقول 20 meters مش الحال هلأ هون ما لازم نستغرب إنه حم نحط 20 meters و 10 meters لأنه نحنا صرنا بآخر البرنامج يعني بآخر البروغرام فأكيد الأبجيكتس اللي بعاد حيمشوا أكتر فهلأ فإذن صارت الكار هون هلأ بنيها ترجع تعمل rotate مرة تانية وتمشي لهون نفس الشي بدي أعمل turn left كمان هنعمل لها turn left one over four revolution move forward لنقول مثلا منجرب 15 وأكيد بنا نحطهم بdo together حتى يطبقوا بنفس الوقت خلق خلق خلينا نجرب ونشوف شو حيصير عنا طيب اللي بيان عنا إنه السيارة مش عم تلف مزبوط فلازم نعلي revolutions شوي هي كانت 0.25 لحاليها بشوي 0.35 مثلا أوكي اللي لاحظته إنه قدرت تلف شوي على مهلا فخليني خفف moving يعني هي 15 خليني حطها 10 شوف شو هيصير عنا هلا طيب صارت أحسن وصارت قادرة تلف هلا بعد ما صارت هون بدأ تمشي بس لو قدام فمنعطيها move forward ولاحظوا إنه دايماً عم بعطيها move forward لأنه السيارة بس هيك تكون صار صار هون الفيس تبع السيارة فلازم فلما أقولها move forward هيك هتمشي ما هتمشي لو ورا فلح أعطيها move forward مثلا 15 meters وخلص مش الحال وإذا بدي هتمشي لهون فين يزيد distance أكيد بس إنه مش مهم أنا بس كان بدي إنه تلف حول ال tower هلأ خلص عنا هيدا المثود هلأ صار فيه هون استعمله ك زي كأنه هو مثود بسيط يعني كيف هون أنا بكتب truck moves مثلا forward 5 meters صار عندي car rotates around tower صار هيدا المثود إذا كمان بدي عدل فيه فيني روح هون وأرجع غير فيه فصارت أسهل إلي إنه عدل بالcode وصار الكود مور مور لوجيكل وهيك بنكون خلصنا word level methods واللي هون بيحكوا عن interaction of more than one object ومتل ما شفنا هون قدرنا نستعمل الكار وقدرنا كمان نستعمل skyscraper وإن شاء الله تاني مرة هنحكي عن object level methods واللي هون بس هيحكوا عن interaction of one single object اشتركوا في القناة